شاكلكم مبسوطين؟ مبسوط عشان معيك كمان؟ بغض نظر عن النتائج يعني مبسوطين بياك كمان رجابكم تشاركوني أحزاني أصلاً تشاركت على ماتشو مانشستر؟ تفرّكت أه مبسوط؟ طبعاً مش مبسوط طبعاً واضح بس يعني عارف متوقع يعني مش عارف عادي خلاص مش تصدم أه أربع وحد مانشستر سيتي كنا مع بعض برضو تلبينا نعيف فينا احنا واللي مش عارف يعني مش عارف عادي خلاص ها مش عين فأقول حاجة بقى مباشر صديفة يعني عمّا ولا لا يعني مانشستر سيتي بيتعاني معاناة جديدة جداً من أيام السر يا كريم الموضوع فهم متكرر اختيارات مدربين غلط اختيارات لعيبة غلط تاكتغ غلط قبل الهواقع تقول لي مفيش حتى ردة فعل بعد تلقي الهدف مع انك مخلص في الواندا متروبوليتانو واحد واحد ومسجل في دي 84 يعني عمل فعندك فرصة يعني مش الهدف اللي داخل في مانشستر سيتيت عشان الهدف دي بنشوفها كتير يعني كل الأخطاء الدفاعية اللي فيها ردة الفعل بس مفيش الأكشن نفيس خالص اللي هو داخل فينا جون يا حبيبي تخرج دا جون يعني انت جون واحد هترجع وتلعب اكسترا تايم لكن بشوف منظومة عندها مشاكل كبيرة دفاعياً وهكومياً من المدرب انا قبل كده قلت لك ان رجنك مع سيميوني كمقارنة أرقام في الشامبينز ديج واحد وصل بس الأدوار الإقصائية أكتر من 8-9 مواسم والتاني درب في تاريخه كله في الشامبينز ديج حاجة وعشرين ماتش فمدرب متمرس في البطولة سيميوني ومدرب تاني عنده أفكار متطورة عنده أفكار كسبورس ديريكتور لكن على أرض الملعب أعتقد انه هو ما يصلحش انه هو يكون مدرب منشستر يونيتد ولا حتى الفترة مؤقتة لان الفترة المؤقتة دي انت بتخسر فيها الشامبينز ديج وانا بقول ان انت كمان ممكن تخسر المقعد الرابع في الدوري لان أرسنل ماشي بشكل كويس تشيلسي بشكل كويس ليبربول وسيتي توتنم مع كونتي شكلهم أفضل واستهام برضو مع مويس فانت ممكن تخسر المركز الرابع وللأسف يا كريم انت اذا خسرت المركز الرابع انت ما يفعل ما يخسرت كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو استحاله يكمل في منشستر يونيتد والسنة الجاية شرك في اليوروبا ليج في آخر سنة أو سنتين في مسارته هتبقى صعب قوي ها نروح لعب معمورته صحب صحب ارغى برطغال بقرامتو صحب تخيط